نأخذ بعض السئلة أخوانا و أخواتنا في حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل أخونا أحمد بن هادي يسأل و يقول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية و التباعد حيانا قد يضيق المسجد بمن فيه فإذا قدم الإنسان لصلاة الجمعة و وجد أن المسجد ممتلئ مع هذه الإجراءات فهل يمتنع عن صلاة الجمعة بحكم أنه أو يعدر بترك الجمعة بحكم أن الخارج قد يكون حر شديد لا يتحمله الإنسان من المعلوم أن الصلاة في الشمس و لا سيما في مثل هذه الأيام ضرارها كبير و ربما يكون ذلك ضربا من تعرض النفس إلى التهلكة والإنسان ليس مأمورا أن يلحق الضرار بنفسه فإذا وجد متسعا في الجامع فذلك خير على خير مع مراعاته للتعليمات الصادرة في هذا الشهن و ما يتعلق بالتباعد والعلامات التي وضعت في المساجد لكل مصل فإذا لم يجد شيئا فقد كتب أجره لأنه جاء للمسجد و لم يجد مجالا فيرجع و يصلي في بيته و إن تيسر أن يذهب إلى مسجد آخر قريب و لم يشق ذلك عليه لعله أن يجد فيه متسعا فذلك أولا